اكتشف علماء فلاك أكبر مجموعة من الكواكب الحرة العائمة في مجرة درب التبانة تعرف بالكواكب المارقة ورصد فريق من الباحثين من خلال ثمانين عملية رصد حول العالم ما لا يقل عن سبعين كوكبا حرا في منطقة قريبة من مجرة درب التبانة تعرف باسم رابطة نجم العقرب العليا ويطلق مصطلح الكواكب المارقة على الكواكب التي تتجول في الكون دون أن تدور حول نجم لذا تعرف أيضا باسم الكواكب العائمة واليتيمة وتم اكتشافها للمرة الأولى في تسعينات القرن الماضي